اشتركوا في القناة والسيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم تقدم البحث في أن الأمة مختلفة في معنى هذه الآية على قولين قول ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وآله مات حتفاً فيه وقول الإبانية الذي عليه إجماعهم أنه استشهد ومدار البحث الآن في أقسام القتل القتل الذي يمكن أن يتعرض إليه النبي صلى الله عليه وآله على قسمين قتل مادي وقتل معنوي القتل المادي يتحقق بإزالة روح من الجسد بواسطة آلة قاتلة يتميز هذا القتل بأنه يحصل عادة من الأعداء من القصوم الذين يجدون أن مصادحهم تتعارب مع هدى النبي صلى الله عليه وآله والقتل الجسدي بالمادي أحياناً يكون محدوداً بمكانه وبزمانه ولكن القتل المعنوي قد يكون أشد ضراوة وتأثيراً من القتل المادي القتل المعنوي يتميز بمزايا وهذه المزايا وهذه المزايا ينبغي على كل مسلم أن يلتفت إليها القتل المعنوي فيه ليست واحدة أسبابه كثيرة وآلاته كثيرة الميزة الثالثة أن هذا القتل آثاره باقي مستمرة دهر الدهور وأبد الآبات كل جيل يمكن أن يزاون قتل النبي معنوياً إذا كان الجيل الأول قتل النبي جسداً فإن الأجيال اللاحقة ربما تقتل النبي في اليوم الواحد أكثر من قتل حتى لا تستغرب الأذهان هذه الحقيقة أضرب لذلك مثالين المثال الأول في قوم موسى عليه السلام فنو إسرائيل بعد أن هداهم موسى إلى شريعته وفارقهم في القضية المعروفة عبدوا العجلة من بعده عندما رجع موسى وجد أن قومه قد تركوا عبادة الله وعبدوا العجل فقال لهم إنكم ظلمتم أنفسكم بهذا فتوبوا إلى باريكم كيف تكون التوبة؟ قال فاقتلوا أنفسكم بناء على أن القتل هنا لا يراد به إزهاق الأرواح وإنما قتلوا الشهوات أقتلوا أنفسكم هاي الأنفس التي عندكم أنفس دنية ودانية بحيث عجل يخدعكم سامري يخدعكم تتركون هداية رسول الله وتتبعون وتتبعون السامر الدجال في عبادة عجل أين ذهبت العقول وأين ذهبت القلوب وأين ذهبت الأفكار هذه الشهوات هي التي دعتهم إلى هذا حب الدنيا دعاهم إلى هذا فقال توبتكم شنو أن تقتلوا أنفسكم مع أن هذا القتل قتل الأنفس بقتل شهواتها ليس بقتل ماد هذا هذا قتل معنوي المثال الثاني في الغيبة الباري عز وجل وصف الذين يغتابون الناس بأنهم يأكلون لحوم إخوانهم وهم أموات ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه هذا الشخص الذي يتجرع على استغابة الناس هذا يعمل شيئين مو شيء واحد الغيبة لدى التحليل تنحل إلى فعلين الفعل الأول أنه ينزل الشخص المغتاب منزلة الميت يقتله معنويا في نفسه كل شخصيته كل كيانة كل اعتبار كل حرمة هذا الشخص المغتاب يهدمها ويقتلها في نفسه ثم ينتقص منه الباري عز وجل يعد هذا أكل للحم الميت ليش مثله بلحم الميت لأن المغتاب يميت الطرف الذي يغتابه يقتله معنويا أولا ثم ينتقص من كرامته ومن مكانته إذن القتل على نحوين مو على نحو واحد القتل والموت كلاهما من ناحية النتيجة واحد ولكن بالقاتل ولكن بالقاتل الإنسان أحيانا يشمئز ويتنفر من القتل المادي ويعترض عليه ويتأباه ولكنه يقع في القتل المعنوي الذي هو أشد أحيانا من القتل المادي والأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله الأمة في أجيالها اللاحقة ما وقعت في قتل النبي بالقتل المادي ولكنها وقعت بالقتل المعنوي ولا زال هذا القتل مستمرا شواهده كثيرة من هذه الشواهد الجماعة الذين بعد رحيل رسول الله منعوا من تدوين حديث النبي وترويج الحديث بين المسلمين ما هو الدافع الذي دعاهم إلى ذلك ووضعوا عقوبات على رواة الحديث كل من يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله كان يتعرض إلى التعذيب وفي جمع من الصحابة ضربوا وشردوا وأخرسوا لأجل أن لا يروي حديثا عن رسول الله هذا منع تدوين الحديث أليس هو قتل معنوي للنبي قتل لمنهج النبي قتل لسيرة النبي الجماعة الأخرى التي وظفها معاوية وغير معاوية للإفتراء على رسول الله ووضع الأحاديث المكذوب عليه وبعض الأحاديث تنتقس من مكانة النبي ومن كرامة النبي راجع البخاري راجع مسلم راجع الصحاح الموجودة شوفوا بعض الأحاديث الإنسان العادي يتأبى عنها بعض الأفعال ولكنهم ينسقونها لرسول الله صلى الله عليه وآله هذا وضع الحديث واختلاق الحديث في أي قتل يندرج مخالفة بيعة النبي في خليفته في وصيه قال مقتل معنى وللنبي صلى الله عليه وآله الهجوم على داره مقتل معنى وللنبي هذا الجيل السابق بعضهم بناء على القتل ساهم في قتل النبي جسديا وبعضهم ساهم في قتله جسديا ومعنويا وإلى يومنا هذا يصدر هذا القتل من الكثير من المسلمين ولكنهم لعل البعض غير ملتفت إلى هذه القضية الناس حينما يتركون شريعة النبي ويأخذون أحكامهم من غيره الذين يتركون منهج النبي ويقتدون بالشرق وبالضرب شنو هذا ماذا يسمى الحكام والأمراء الذين يتركون سيرة النبي وسنة النبي في حكمه ويحكمون بأنزجتهم وبقواعدهم التي هم قرروا هذا مقتل معنى وللنبي صلى الله عليه وآله الله عز وجل أمر بأن يكون النبي قدوة للناس قدوة للناس من الحاكم إلى أصغر شريحة في المجتمع أدنى شريحة في المجتمع القاضي الذي يقضي بغير ما جاء به النبي من أحكام ويأخذ بالقوانين الوضعية التي قررها البشر هذا مقتل لمنهج النبي الذين يتبعون الشرق والغرب ويشككون في شريعة النبي في دين النبي أو يستهزئون بأحكامه هذا مقتل هذه الأفعال لا تصدر من أناس لا يؤمنون بالنبي يدعون أنهم يؤمنون برسول الله ويتبعون رسول الله ولكنهم بأعمالهم هذه يقتلون رسول الله قتلاً معنوياً وعلى قدر المخالفات يكون القتل كل مخالفة فيها قتل رسقة المعنوية الموظف الذي يرتشي في الدائرة الأستاذ الذي يقصر في تعليمه للطلبة التاجر الذي يغش في المعاملة الطالب الذي يغش في الاختبارات المزارع العامل الصانع كل من يخالف أحكام النبي بمخالفته يقتل النبي ولكن هذا قتل معنوي مو قتل جسدي قد يغفل بعض المسلمين عن هذه الحقيقة ولكنها موجودة النبي يقول من غشنا فليس منا تدخل إلى السوق التاجر بعض التجار يغشون بعض الباعة يغشون بعض الصناع يغشون بعض البنائين يغشون بعض المهندسين يغشون بعض الأطباء يغشون بعض الصيادلة يغشون بعض الضباط يغشون هذا مو قتل قتل هذا من هنا على أهل المعرفة على أهل الفاضل على أهل القرار أن يلتفتوا إلى هذه القضية حتى تعود الأمة إلى نصابها وإلا هذه الآية مختصة بالذين قتلوا النبي في زمانه في كل يوم من المسلمين من يقتل النبي أكثر من مرهم يقتل النبي صلى الله عليه وآله الحديث الذي يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت أحد مداليل هذا أحد معانية هذا أن إيذاء النبي مو فقط من قبل أعدائه بل حتى من قبل أتباعه وهذا الإيذاء مستمر في الأزمنة وإلى يومنا هذا وما بعدنا كل مخالفات تأتي على خلاف نهج النبي صلى الله عليه وآله هذا قتل هذا إيذاء ضمن نبي صلى الله عليه وآله الآية تشير إلى قاعدتين هامتين أيضا تهم كل المجتمعات الإنسانية وتهم المسلمين بشكل أخص القاعدة الأولى أن المسلمين بعد رسول الله انقسموا إلى فئتين فئة آمنت برسول الله إيمانا منها برسالته آمنت برسالة النبي آمنت بنهج النبي وسيرة النبي هذه الفئة لا يختلف عندها الإيمان بوجود النبي بين أظهرها وبغياب النبي فالنبي صلى الله عليه وآله في حياته آمنوا به لإيمانهم بدينه فإذا رحل عنهم استمروا على هذا الإيمان وجماعة أخرى آمنت بالنبي ليس من جهة الإيمان برسالة النبي وبنهج النبي وإنما لوجود النبي بشخص النبي آمنوا هؤلاء يفترق موقفهم وإيمانهم بين وجود النبي حياً وبين كونه ميتاً ما دام النبي حياً بينهم هم يتبعون فإذا ارتحل النبي وغاب عنهم جسداً غاب عنهم روحاً أيضاً عادوا إلى عقيدتهم الأولى إلى شركهم وكفرهم العام والخاص صروا أن هذه الآية أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وردت في قضية أحد حينما أشيع في جيش المسلمين أن النبي قد قتل هناك المحاربون المقاتلون انقسموا على قسمين قسمون ذول الذين اتبعوا النبي لأجل المصالح أو خوفاً منه ما آمنوا بالنبي لإيمانهم بدينه برسالته آمنوا بشخصه تحصيلاً للمصالح ذول جماعة كانوا فوراً حينما أشيع قتل النبي صلى الله عليه وآله بعثوا من يتحدث مع زعيم الكفر يتحدث مع أبي سفيان ويطلب لهم الأمان يطلبون منه الأمان فعادوا إلى جاهليته عادوا إلى شركهم وكفرهم وكان فيهم جماعة في جيش النبي صلى الله عليه وآله إيمانهم كان من قبيل الطبق الأولى التي آمنت بالنبي لإيمانها برسالته قالوا إن كان النبي قد قتل فإن ربه موجود وحاضر نقاتل لأن النبي إن كان حاضرا أو إن كان غائبا ربه تبارك وتعالى موجود ونحن نجاهد لربه لإيماننا بربه والفرق كبير بين الموقفين هذا الإنقسام النبي صلى الله عليه وآله أشار إليه وهذه الآيهم تشير إليه وهو أن الأمم التي تتبع الأنبياء في إيمانهم ليسوا على وتيرة واحدة غالبا ينقسمون إلى أناس يؤمنون عن وعي عن معرفة فلهم الثبات في الموقف لهم البصيرة وأناس يتبعون للمصالح هؤلاء تجدهم متقلبين في كل يوم على طريقة وعلى فكرة فإذا وجدوا الفكرة من هذه الجهة آمنوا وإلا رجعوا هذه المشكلة إلى يومنا أيضا موجودة إلى يومنا هذا موجود في المسلمين منهم من يكون مسلما ولكن متزلزل القدم غير ثابت القدم غير راسخ القدم لذا النبي صلى الله عليه وآله يقول ستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة هذا الحديث مو فقط في المسلمين في أمم الأنبياء السابقة أيضا هكذا كل نبي غاب عن أمته انقسمت أمته إلى فرق كثيرة واضح أن الانقسامات والاختلافات في الأمة لا يمكن أن تجعل الحق في جميعها لأن الحق واحد لا يقبل التعدد ولا يمكن أن يكون الحق في بعض هذه الفرق دون البعض الآخر لا بد أن يكون الحق في فرقة واحدة والباقي على باطل لأن الحق لا يقبل التعدد في خطبة الغدير اللي بالأمس قرأناها عرفنا أن النبي صلى الله عليه وآله أبان الحج الكاملة وأسقط كل الأعاذير في بيان الفرقة الناجية من هي وأن الإمام والخليفة من بعد رسول الله من يكون ومن هي الفرقة التي تنجو وتكون مصيرها إلى الجنة عين ذلك بالأسماء وعين ذلك بالصصة حديث أنس كان واضح في هذا المعنى ذات القضية هذه تنطبق في زماننا هذا في قضية الإيمان بالإمام المهدي صلى الله عليه وعجل الله تعالى فراجه الشريف الناس أيضا في قضية الإمام المهدي أيضا مختلفون المؤمنون مختلفون مو غير المؤمنين الذكاء بعض المؤمنين إيمانه مستودع غير مستقر لأن إيمانه بالإمام مو عن وعو عن معرفة فلذا في الروايات الشريفة تقول بأن بعض الناس ينام مؤمنا يمسي مؤمنا ويصبح كافرا وبعضهم يصبح كافرا ويمسي مؤمنا بعض هم التزلزل وعدم الثبات فإذا ينام بالليل وهو مواحد يصبح الصوح وهو كافر هذا الإمساء والإصباح في مثل هذه الروايات قد يراد به المعنى العرفي يعني البره من الزمن وقد يراد به المعنى الدقي يعني بالفعل هكذا بالليل ينام مؤمنا ويصبح كافرا الآن هاي وسائل التواصل والتقنيات الحديثة اتقرب إن هذا المعنى قد تجد إنسان ضعيف الفكر قليل العلم يقحم نفسه في الاستماع إلى بعض المحاورات أو بعض الكلمات أو بعض المحاضرات في فضائيات أو في شبكات تواصل تبث أفكارا مضللة ومشكك فحينما يستمع هو مؤمن كان ولكن حينما استمع إلى هؤلاء أدخلوا في قلبه وفي عقله التشكيك فينام يمسي مؤمن ويصبح شنو شاك شاك وقد يكون صباحا هو مؤمن من خلال علاقاته وتواصلاته واستماعه إلى هذا وذاك من المظللين المشككين في الليل يصير مشكك وهذه قضية ينبغي على كل إنسان أن يلتفذ إليها على كل مؤمن أن يلتفذ إليها الآية المباركة تقول بأن الأمة المسلمة مع أن الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله الذي كلامه يخرج الناس من الظلمات إلى النور لكن بمجرد أن غاب عنهم انقلبوا على عقابهم جعلوا الرأس في موضع القدم ومن هو في موضع القدم جعلوه رأسهم فلذا الآية تقول ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ليشأ أن الله عز وجل لا يتضرر من مواقف الناس ولا رسول الله يتضرر رسول الله مقامه محفوظ كرامته عالية عند الله عز وجل لكن من الذي يتضرر نفس الأمة الأمة التي تقتل هاديها وتقتل برشدها شنو تصير تصير في تي وفي نزاعات وفي صراعات مستملة القاعدة الثانية المستفادة من هذه الآية المباركة أن الناس ما كانوا يعرفون قدر النبي وقيمة النبي فالوجود إله عظيم أعوام وجود في عالم الإمكان هو وجود النبي مجل صفات الله في جماله وفي جلاله الرحمة المطلقة بالخلق ما كانوا يعرفونه ولا يعرفون قدر رسالته كثير من الناس كانوا هكذا لذلك العام والخاص اتفقوا على هذه المسألة أن الكثير من المسلمين ارتدوا بعد رسول الله وبعض وبعضهم كان يتصور بأن بعثة النبي مو مسألة النبوة إلهية هداية للخلق وتعليم وتهذيب وتكميل وإنما قضية ملوكية وسلطان قسم كانوا يعتقدون بأن هذه البعثة هي مجرد سيادة لبني هاشم على غيرهم على أقرانهم من العرب بعضهم أخذوها من جانب العصبية وكل يتصور تصور النبي صلى الله عليه وآله في مجال وبعض أصحابه وبعض أمته في مكان آخر في آخر لحظات حياة النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه أن يأتوه بقرطاس ودوات حتى شنو يكتب لهم حديثا لن يظل بعده أبدا منعوا من ذلك أبوا ذلك مو فقط أبوا اتهموا النبي بأنه يهد وبعضهم قال حسبنا كتاب الله أليس هذا رد للنبي صلى الله عليه هذا الوصف الهجر أو الهجر هذا جزء من الأوصاف اللي كان الناس في الجاهل ينسبوه إلى رسول الله ذول بعد ثلاثة وعشرين سنة من الإسلام ومن الأتعاب ومن الجهود كلها ضيعها هذا القائل بهذا قول أهل الجاهلية نسبه لرسول الله هذا يعرف قيمة النبي يعرف قدر النبي لا يعرف قدر لو كانوا جاءوا بالقرطاس وبالدوات لو كانوا يعرفون النبي لكتب لهم هذا الكتاب وصار وثيقة لكل المسلمين تقطع النزاعات والاختلافات بين المسلمين تقطع الصراعات بين المسلمين وتحل الكثير من المشاكل الدائرة اليوم بين المسلمين بسبب هذا الكتاب لكن القائل عارف ماذا يريد وإلى أين يريد فلذا الآية الشريفة تقول انقلبتم على أعقابكم يعني ارتداد إلى الجاهلية هذا المعنى كان في ضمن الثقافة الموجودة في ذاك الزمان الذي يستقر أحداث التاريخ ويلاحظ الروايات الروايات اللي وارد من طرق العامة مو فقط من طرقنا يجد بأن مسألة البيع بالخلافة لأمير المؤمنين كانت معروفة مشاعة ماك واحد لا يعرفها حتى النساء كنا يعرف نبيها ماك واحد ما يعرف الكثير منهم تعجبوا حينما رأوا بأن بعد النبي الخليفة صار مؤمير المؤمنين صار فلد واحد آخر واعترضوا على ذلك وبينوا أن الخلافة الحقيقية هي لأمير المؤمنين وليس لهذا الخليفة اللي الآن جالس مكانه أذكر لكم فقط شاهد واحد لهذه القضية لأهمية هذا الشاهد أذكره لكم هذا الشاهد كلام من أبي قحافة والد أبي بكر بعد هذا أقرب الناس إليه أبو قحافة حينما رحل النبي صلى الله عليه وآله كان في الطائف ما كان في المدينة وكان عمره في ذاك الزبان في ذاك الوقت 97 سنة حوالي على ما يذكر بعض المؤمنين لطاع في السن تقول الرواية لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وبوي علي أبي بكر فكتب ابنه إليه كتابا لأن كان في الطائف وهو من المدينة بعث إليه كتاب شوفوا المسلمين حتى هذه الرواية التي أذكرها حقيقة تكشف عن مدى الخسران الكبير الذي وقعت الذي وقعت به الأمة بعد رسول الله لاحظوا كتب له كتابا أبو بكر أرسل هذا الكتاب إلما لأبيه بعد أقرب الناس إليه من خليفة رسول الله إلى أبي قحافة أما بعد فإن الناس قد تراضوا به فإن اليوم خليفة الله فلو قدمت علينا يعني لو تجي إن كان أقر لعينك كل الكتاب هذا مجموعة سطرا فلما قرأ أبو قحافة الكتاب الرسول وصل إلى أبي قحافة فتح الكتاب قرأ أبو قحافة الكتاب قال للرسول ما منعكم من علي الرسول قال قال هو حدث السن بعد هذه الحقيقة هنا ليس في الأول الحقيقة في الثاني وقد أكثر القتل في قريش وغيرها يعني حقت وثيقة تاريخية هذه لمن يريد أن يحقق وأبو بكر أسن منه هذه وثيقة ثانية لأبو بكر لو كان عنده فضيلة أخرى لذكرها ما ذكر إلا هذا أن ميزة أبي بكر شنو هو أنه أسنون عليه لو كان عنده سابق في جهاد لو كان عنده سابق في دين لو كان عنده علم في القرآن لو كان عنده من الفضائل لذكر وهو في مقام شنو بيان التمايز المفروض يذكر مناقبة ما ذكر كل ما ذكره أنه أسن من عليه قال أبو قحافة جوابا إلما للرسول إن كان الأمر في ذلك بالسن فأنا أحق من أبي بكر لقد ظلموا علي حقه وقد بايع له النبي صلى الله عليه وآله وأمرنا ببيعته يعني القضية شنو من الواضحات من المسلمات حتى الناس ينتبهون السياسة حينما تريد تصنع من الزيف تسوي إلى فرد واقع شلون تصنع من الزيف واقع وشلون الواقع تسوي شنو مخفي ثم ما اكتف أبو قحاف بمناقشة الرسول كتب كتابا جوابا لأبي بكر كتب له هكذا كتب إليه من أبي قحاف إلى ابنه أبي بكر أما بعد هنا أنا شوي ينتبه قلت هذا كتاب أبي بكر جان سطرين بس قلت عليكم بس يبدو أبو قحاف كان أذكى من ابنه وأكثر التفاتا وانتباها فكتب إليه أما بعد فقد أتاني كتابك فوجدته فالوصف واصف شديد ما راح أقول أنا هذا الوصف فوجدته ينقض بعضه بعضا ينقض بعضه بعضا هو سطرين كتب لها هب هالسطرين ثلاث تناقضات أكو يشير الهل منه أبو أبو قحاف مرة تقول خليفة رسول الله ومرة تقول خليفة الله ومرة تقول تراضى بي الناس هل 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 تستمع به وهو أمر ملتبس أو ملتبس بعدين يقدم إلى نصيحة أبو أبو قحاف ينصح أبا بكر قال له فلا تدخلن في أمر يصبب عليك الخروج منه غدا يبين أن أبا قحاف يعني والد كان أحرص منه على القضية ويكون عقباك منه إلى النار والندامة وملامة النفس اللوامة لدى الحساب بيوم القيامة فإن للأمور مداخل ومخارج وأنت تعرف من هو أولى بك بها منك أنت تعرف هذا الشيء فراقب الله كأنك تراه ولا تدعن صاحبها أمير المؤمنين فإن تركها اليوم إذا تتركها للخلافة أخف عليك وأسلم لك وختم الكتاب وأعطاه إلى أسلم أن في هذه دلالة كبيرة على أن القضية كانت قضية معروفة مشهورة لا تخفى على كل أحد ورغم ذلك انقلبوا على أعقابه هذا النص شاهد على عدة حقائق هذا النص هذا فقط ما يتعلق بالبحث أذكر الأمر الأول أن الناس انقلبوا على أمير المؤمنين في العمل حتى إذا كانوا في القول معه ولكن في العمل شنو ما نصروه هذا أبو حف واحد يقول الخليفة الحق منه والخلافة لعليين هذا على مستوى القول ولكن على مستوى العمل شنو هذا هو لبعض المسلمين اليوم هم واقعين فيه على مستوى القول يقولون نحن نؤمن برسول الله نحن نؤمن بالإسلام ولكن في كل يوم يخالفون شريعة الإسلام في أعمالهم في أقوالهم في تصرفاتهم في سلوكياتهم العصيان غالب الآن على بعض الناس الأمر الثاني أن المصالح الدنيوية هي التي كانت وراء موقف الجماعة في أخذ الخلافة ليس مسألة دين ولا مسألة نبوه بدليل أن أبا قحا فهو نفسه قدم نصحا لابنه بلنا وراك النار إذا كان موقف الابن إذا كان موقف الولد لأجل الدين ويعلم الأب بأنه صادق في دعوة ماك وجه لهذا التحذير بس يعلم بأن الشهوات والمصالح هي التي تقف وراء هذه المواقف الأمر الثالث أن هؤلاء الذين أخذوا الخلافة من أمير المؤمنين كان عندهم من العجز والقصور حتى لا يقدرون على كتابة سطرين صحيحين سطرين صحيحين سطرين كتب ثلاث تناقضات فيها المستوى العلمي هذا والمستوى المعرفي هذا والمستوى الغائهم هذا الغاية الدنيا وليست يكون الدلال الرابع الأمر الرابع أن موقف الشيعة في موالاة أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام موقف عن وعي عن معرفة مو اعتباط مو اتباع عن تعص هو عن واقع عن حقيقة فعلى كل مسلم يحرص على دينه ويحرص على مستقبله وعلى آخرته أن ينتبه ويعيد النظر في قراءة التاريخ في قراءة الروايات في قراءة الأحداث لكي لا يدرجه الله عز وجل في ضمن المنقلبين بعد رسول الله أسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاع لهم والبراء من أعدائهم ببركة الصلاة على محمد وهاله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر